بسم الله الرحمن الرحيم نص من تجارب الحياة لزهير ابن أبي سلمة السؤال الأول من الشاعر وماذا تعرف عنه الإجابة الشاعر هو زهير ابن أبي سلمة ينتمي إلى قبيلة مزينة نشأ في بيئة كلها شعراء فقد كان أبوه شاعرا وخاله بشامة بن الغدير شاعرا وهو أحد الأشراف وقد استفاد زهير من حكمته وأدبه وكانوا يرجعون إليه في معضل الأمور فشب زهير متخلقا ببعض صفاته كما لزم زهير أوسى بن حجر زوج أمه وكان شاعر مضر في زمانه وكانت أختاه شاعرتين وكان في نسله شعراء منهما ابناه كعب وبجير وابن كعب كذلك وتوفي زهير قبل البعثة النبوية وتسمى قصائده بالحوليات لأن كل قصيدة له كانت تستغرق منه حولا كاملا نظما وتهزيبا وعرضا على خواصه السؤال الثاني إلى أي عصر ينتمي هذا النص وماذا يعكس من قيم إيجابية؟ الإجابة ينتمي هذا النص إلى عصر ما قبل الإسلام ويعكس بعض القيم الإيجابية التي عرفها العرب في ذلك العصر مثل الكرم والشجاعة وحب الآخرين كما يعكس صعوبة الحياة في ذلك العصر حيث المعاناة في سبيل العيش السؤال الثالث ما المناسبة التي قيلت فيها هذه القصيدة؟ الإجابة استمرت الحرب بين قبيلتي عبس وزبيان قرابة أربعين سنة وكثر القتلى حتى تبرع رجلان كريمان هما الحارس بن عوف وهارب النسنان بديات القتلى حقنا للدماء فأعجب زهير بموقفهما فقال هذه الأبيات التي هي جزء من معلقته الرائعة وتعكس الأبيات حكمة زهير وخبرته في الحياة السؤال الرابع ما الفكر الرئيسة التي يدور حولها النص؟ الإجابة الفكر الرئيسة التي يدور حولها النص الفكرة الأولى تعب كلها الحياة الفكرة الثانية حكم صائبة من شيخ مجرب الفكرة الثالثة الإنسان قلب ولسان الفكرة الأولى تعب كلها الحياة سئمت تكاليف الحياة ومن يعش سمانين حولا لا أبى لك يسأمي وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي اللغويات سئمت بمعنى مللت وضجرت مضادها أحببت وشغفت تكاليف بمعنى مشاق وشدائد وأعباء مضادها اليسر والرخاء ومفردها تكلفة الحياة بمعنى العيش والبقاء مضادها الموت جمعها الحيوات ومادتها حيية حولا بمعنى عاما وسنة جمعها أحوال لا أبى لك تعبير يراد به هنا مدح السامع كي يستقبل الحكم ويقتنع بها والتقدير لا أبى لك مزموم يسأم بمعنى يشعر بالسأم والملل ويضيق ومضادها يشتاق ويهفو أعلم بمعنى أعرف وأدري ومضادها أجهل اليوم المراد الحاضر وجمعها الأيام الأمس يعني البارحة واليوم الذي قبل اليوم الحاضر والمراد الماضي المضاد الغد جمعها أموس وآمس وآماس علم اليوم والأمس المراد الحاضر والماضي غد المراد المستقبل ومادتها غدوة عمي بمعنى أعمى والمراد جاهل مضادها بصير وعالم وعارف ومطلع وجمعها عمون الشرح كشف الشاعر عن ملله وضيقه من مشاق الحياة وشدائدها فهو قد بلغ من العمر ثمانين عاماً فجرب الحياة بما فيها ومن فيها وعلى الرغم من علمه بما مضى وما هو حاضر فإنه لا يستطيع معرفة الغيب فيما هو قادم السؤال الخامس بدأ الشاعر أبياته بما يبرز خبرته بالحياة واضح ذلك الإجابة بدأ الشاعر أبياته بما يبرز خبرته بالحياة حيث أخبرنا أنه عاش ثمانين عاماً وهذا العمر الطويل جعله على علم بما مضى وما هو حاضر وأصبح لديه خبرة كبيرة في هذه الحياة السؤال السادس ما الذي سئمه الشاعر ولماذا؟ الإجابة سئم الشاعر الحياة الطويلة لأنها مليئة بالمتاعب والمشاق والمطالب الكثيرة وفيها فقدان للأهل والأحباب واختفاؤهم عنا بالموت السؤال السابع ما الذي يعلمه الشاعر وما الذي يجهله؟ الإجابة يعلم الشاعر علم اليوم والأمس ويجهل علم الغد والمستقبل والقادم من الأيام فلا يعلم الغيب إلا الله مواطن الجمال الأساليب سئمت تكاليف الحياة أسلوب البيت خبري للتقرير وإظهار ضجر وملل الشاعر من طول الحياة لا أبى لك أسلوب خبري لفظا إنشائي معنى غرضه المتح والدعاء الخيال سئمت تكاليف الحياة كناية عن شدة ضيق الشاعر وملله ومعاناته من مشقات الحياة وسر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم تكاليف الحياة استعارة مكنية حيث صور الحياة بإنسان يكلف وسر جمال الصورة التشخيص وتوحي بمدى التعب والملل والمعاناة عند الشيخ الكبير ومن يعش ثمانين حولا كناية عن كبر سن الشاعر وسأمه من الحياة علم اليوم كناية عن الحاضر واليوم مجاز مرسل عن الحاضر علاقته الجزئية وسر جمال المجاز الدقة والإيجاز علم الأمس كناية عن الماضي والأمس مجاز مرسل عن الماضي علاقته الجزئية وأعلم علم اليوم والأمس قبله كناية عن خبرة الشاعر بالحياة ومعرفته بها غد كناية عن المستقبل وأيضا مجاز المرسل عن المستقبل علاقته الجزئية سر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم وسر جمال المجاز الدقة والإيجاز لكنني عن علم ما في غد عمي كناية عن جهل الشاعر وعجزه عن معرفة المستقبل المحسنات أعلم وعمي اليوم والأمس الأمس وغد بين كل كلمتين طباق إيجاب يؤكد المعنى ويوضحه بالتضاد أعلم وعلم جناس اشتقاقي يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الآزان وبين شطره البيت الثاني مقابلة توضح المعنى وتقويه وتبرزه بالتضاد التعبير الفعل سأمت بصيغة الماضي لأن الفعل الماضي يفيد السبوت والتحقيق فاستخدمه الشاعر لسبوت وتحقق هذا السأم والملل تكاليف جاءت جمعا للدلالة على كسرة الشدائد والمشاق التي تحيط بالإنسان طوال عمره وترهقه وإضافتها إلى الحياة لأنها دار الابتلاء والتكليف والتعب علاقة يسأم بمن يعش جواب ونتيجة فنتيجة طول الحياة الشعور بالضيق والسأم سأمت ويعش التفات بالانتقال من ضمير المتكلم سأمت أنا إلى ضمير الغائب يعش هو لإثارة الزهن لا أبى لك إطناب بالاعتراض يراد به التنبيه والإعلام ويظهر براعة الشاعر في استمالة السامع لحكمه سأمت ويسأم إطناب بالتكرار لتأكيد المعنى وهو الملل من الحياة الطويلة قبله بعد الأمس كلمة متكلفة لأنها لا تضيف جديدا للمعنى بعد قوله الأمس لكنني حرف ناسخ أفاد الاستدراك منعن للفهم الخطأ ما اسم موصول يفيد العمومة والشمول لكنني عن علم ما في غد عامي أسلوب قصر بتقديم شبه الجملة عن علم على خبر لكن غرضه التخصيص والتوكيد الفكرة الثانية حكم صائبة من شيخ مجرب ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقشت ما يجتمي ومن يكزى فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويزممي ومن هاب أسباب المنايا يننه وإن يرقى أسباب السماء بسلمي ومن يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده زمًا عليه ويندمي ومن يغتالب يحسب عدو صديقه ومن لا يكرم نفسه لم يكرمي اللغويات يجعل بمعنى يضع ويصنع ويفعل ويصير مضادها ينزع المعروف هو الإحسان والخير والفضل والجميل والصنيع وكل فعل حسن ومضاده المنكر من دون عرضه أي حماية وصونا لعرضه وشرفه وكرامته العرض هو الشرف جمعها الأعراض يفره بمعنى يحفظه ويصنه ويحميه ومضادها يضيعه ويبدده ومادتها وفره يتق الشتم بمعنى يحزره ويتجنبه ويتحاشاه ويبتعد عنه ويصن نفسه منه مضادها يواجهه ومادتها وقيا الشتم هو السب والهجاء والزم ومضاده المتح يكو أصلها يكن وتحزف النون جوازا من الفعل يكن إذا كان مجزوما بالسكون وما بعده متحرك زى بمعنى صاحب جمعها زوي وأولي من غير لفظها الفضل هو الخير والزيادة والإحسان والغنى مضادها نقصان وجمعها فضول وأفضل يبخل بمعنى يضن ويقطر ويشح وتجمد يده عن العطاء مضادها يجود ويسخو قومه بمعنى أهله وأقاربه وجمعها أقوام يستغنى عنه بمعنى يترك ويتجنب ويتخلى ويفتعد ويعرض عنه ومضادها يحتاج إليه يزمم بمعنى يعاب ويلام ومضادها يمدح هابا بمعنى حزر وخاف ومضادها أمنا واطمأن أسباب بمعنى عوامل وطرق ووسائل مفردها سبب المناية مفردها المنية وهي الموت ينلنه بمعنى يحصن عليه والمراد يصبنه يرقى بمعنى يصعد ومضادها يهبط وينزل أسباب السماء بمعنى مراقيها أو نواحيها أي الصعود والارتقاء إليها السلم هو وسيلة للصعود والهبط جمعها سلالم وسلاليم أهله مستحقيه أي المستحقين له وجمع أهل أهال وأهلون في غير أهله أي في من لا يستحقه حمده بمعنى سناؤه وشكره ومضاده زمه وجحوده زم بمعنى عيبا ولوما وهجاء ومضادها متحا وسناء يندم بمعنى يأسف ويتحسر ومضادها يفرح يغترب بمعنى يبتعد عن وطنه ويرحل عنه ويفارقه ومضادها يقيم ويلازم يحسب بمعنى يظن ومضادها يتأكد ويتيقن عدوا بمعنى خصما مضادها صديقا جمعها أعداء وعدا وجمع الجمع أعاد يكرم نفسه أن يحفظها ويصونها وينزهها عن المعايب ومضادها يهينها ويحقرها وجمع نفس نفوس وأنفس الشرح تتضح في هذه الأبيات تجارب الشاعر في الحياة حيث يقول من بذل معروفه وإحسانه للآخرين فقد صان عرضه ومن لم يتجنب الشتيمة ويحفظ لسانه من فحش القول فلابد أن يجتم جزاء فعله ومن كان زا فضل ومال ثم منعه عن الناس فإنهم يستغنون عنه ويزمونه بسبب بخله هذا أما من خاف الموت فلن ينفعه ذلك ولو حاول الهروب إلى السماء فرارا منه فلا مفر لأن الموت سيلاقيه لا محالة ومن أحسن لمن لا يستحق الإحسان لم يشكر بل يجحت فضله الجاحدون وعندئذ يندم المحسن على ما قدم من بذل وعطاء وهنا نقض على الشاعر حيث تعد نظرته إلى المعروف في هذا البيت نظرة جاهلية لا تتفق مع قيم الإسلام التي تطالبنا بفعل الخير دون انتظار الجزاء الدنيوي قال تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل ومن سافر واغترب عن وطنه قد يغتر بالناس ويحسب الأعداء أصدقاء منخدعا لأنه لم يجربهم كما أن من لا يحافظ على كرامته بتجنب الدنايا والبعد عن الصغائر لم يكرمه الناس بل وسمح لغيره أن يزله ويستصغر شأنه السؤال السامن ما نتيجة وضع المعروف في غير أهله الإجابة نتيجة وضع المعروف في غير أهله الجحود من آخذه والندم من فاعله مواطن الجمال الأساليب السؤال التاسع علل اعتمد الشاعر على الأسلوب الخبري في قصيدته الإجابة اعتمد الشاعر على الأسلوب الخبري في قصيدته لمناسبته لغرض الحكمة الذي يؤكد الحقائق الكونية وينقل التجارب الإنسانية الخيال من يجعل المعروف من دون عرضه استعارة مكنية حيث صور العرض بشيء مادي يحمى وصور المعروف حائلا يقف دون العرض يحميه ويصونه وسر جمالها التجسيم وتوحي بأثر فعل المعروف في صون عرض الإنسان وحمايته من المعتدين يفره استعارة مكنية صور العرض بشيء مادي يحفظ وسر جمال الصورة التجسيم يتق الشتم استعارة مكنية حيث صور الشتم بشيء مادي ضار يجب أن نتقيه وسر جمال الصورة التجسيم وتوحي بضرر وأثر السب والشتيم السلبي على الفرد والمجتمع يبخل بفضله استعارة المكنية حيث صور الفضل بمال يبخل به وسر جمالها التجسيم وتوحي بأهمية العطاء بدون مقابل وهي أيضا كناية عن الأنانية يستغنى عنه ويزممي كناية عن الكراهية والنفر من البخيل وسر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم هاب أسباب المناية استعارة مكنية حيث صور المناية بكائن أو وحش مفترس يخافه الإنسان وسر جمال الصورة التجسيم وتوحي بشدة أثر الموت على الإنسان ينلنه استعارة مكنية حيث صور المناية بوحوش مفترسة تنال من فريستها وهي الإنسان وسر جمال الصورة التجسيم وإن يرقى أسباب السماء بسلم كناية عن استحالة الهروب من الموت يرقى أسباب السماء بسلم استعارة مكنية حيث صور السماء ببيت له سلم نصعد عليه وسر جمال الصورة التوضيح سلم استعارة تصريحية تصور الوسائل التي سيتخذها للفرار من الموت بالسلم وسر جمالها التجسيم يجعل المعروف في غير أهله استعارة مكنية حيث صور المعروف بشيء مادي يوضع في غير موضعه وسر جمال الصورة التجسيم وهي أيضا كناية عن التصرف السيء يكن حمده زمّا عليه ويندمي كناية عن الجزاء السيء الذي يناله الإنسان حينما يقدم المعروف لمن لا يستحق ومن يغتارب يحسب عدوا صديقه كناية عن اختلاط الأمر على المغتارب فلم يعد يعرف عدوه من صديقه يكرم نفسه استعارة مكنية تصور النفس ضيفا يكرم وسر جمالها التجسيم لم يكرم كناية عن الجزاء السيء الذي يناله من لا يكرم نفسه وسر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم المحسنات طباق الإيجاب بين حمده وزمّا يؤكد المعنى ويوضحه بالتضاد زى فضل ويبخل بينهما طباق يبرز المعنى ويوضحه ويقويه بالتضاد وهناك طباق الإيجاب بين عدوا وصديقه يؤكد المعنى أيضا ويوضحه بالتضاد التعبير من يجعل المعروف من دون عرضه يفره أسلوب شرط فيه ترغيب في صنع المعروف واستخدام من الشرطية أفاد العموم والشمول وكلمة المعروف جاءت معرفة لتفيد التعظيم والعموم علاقة يفره بالشرط قبله جواب ونتيجة وكذلك يجتم من لا يتق الشتم يجتمي أسلوب شرط فيه تحذير من ارتكاب الإنسان فعلا يستوجب عليه الشتم والإهانة يجتم نتيجة لما قبلها وإيجاز بحزف الفاعل عن طريق بناء الفعل للمجهول غرضه تحريك الزهن للبحث عن المحزوف فضل جاءت نكرة للعموم يستغنى عنه ويزممي نتيجة لما قبلها والعطف يدل على تنوع ردود أفعال الناس السلبية تجاه الإنسان البخيل وللدلالة على قبح ما قام به يستغنى ويزمم إيجاز بحزف الفاعل غرضه تحريك الزهن للبحث عن المحزوف والأفعال المضارعة تفيد التجدد والاستمرار حابة توحي بشدة الخوف والفزع أسباب والمنايا جاءتا جمعا لتنوع صور الموت وتعدد أسبابه استخدام المضارع ينلنه استحضارا للصورة ونتيجة للشرط قبله فالموت سيأتيه لا محالة إن أداة شرط تفيد الشك إن يرقى أسباب السماء بسلمي حزف جواب إن الشرطية للعلم به من الشطر الأول وتقديره فستناله المنايا عطف يندم على يكن لإفادة تنوع ما يلاقيه المحسن جزاء وضعه المعروف في غير أهله يكن حمده زمّا علاقة العبارة بما قبلها نتيجة زمّا جاءت نكرة للتحقير وكذلك عدوا جاءت نكرة للتحقير يحسب عدوا صديقه نتيجة لما قبلها ويحسب توحي بالشك والخطأ في الفهم وبقلة الخبرة من لا يكرم نفسه لم يكرمي أسلوب شرط يوضح ضرورة احترام النفس وتقديرها وإنزالها منزلتها التي طليق بها حتى يحترمها الآخرون فمن لا يحترم نفسه لا يحترمه الآخرون واعتمد الشاعر على أسلوب الشرط في كثير من أبياته للتشويق لأنه يجعل القارئ دائما ينتظر الجواب لم يكرم نتيجة لما قبلها وبناء الفعل للمجهول إيجاز بالحزف ليفيد العموم والشمول الفكرة الثالثة الإنسان قلب ولسان ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدمي اللغويات امرئ بمعنى رجل وإنسان جمعها رجال من غير لفظه خليقة بمعنى طبيعة ومكرمة وصفة وخلق جمعها خلائق خالها بمعنى ظنها وحسبها وتصورها ومضاد خالة تيقن تخفى بمعنى تستتر ومضادها تظهر وتعلن تعلم بمعنى تعرف وتظهر ومضادها تجهل وتخفى لسان الفتى أي كلامه وحديثه جمع لسان ألسنة وألسن ولسن الفتى هو الشاب الصغير والمراد الإنسان جمعها فتيان وفتية فؤاده بمعنى قلبه وجمعها أفئدة يبقى بمعنى يدم ويثبت ويستمر ومضادها يفنى ويزول الصورة هي الشكل والهيئة وجمعها صور الشرح يرى الشاعر أنه مهما كان للإنسان من طبع يحاول إخفاءه عن الناس فسيأتي يوم يعرفونه فيه على حقيقته فإنما يعرف الإنسان بشيئين لسانه وفؤاده فإن فقده ما لم يكن إنسانا بل كان جسما مكونا من لحم ودم أشبه ما يكون بالحيوان فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه مواطن الجمال الأساليب اعتمد الشاعر على الأسلوب الخبري لمناسبته لغرض الحكمة الذي يؤكد الحقائق الكونية وينقل التجارب الإنسانية وجاء ذلك في أساليب الشرط التي تعتمد على السبب والنتيجة الخيال خليقة تخفى على الناس استعارة مكنية حيث صور الخليقة بشيء مادي يخفى وسر جمالها التجسيم لسان مجاز مرسل عن الكلام علاقته الآلية وسر جمال المجاز الدقة والإيجاز لسان الفتى نصف كناية عن أهمية الكلام في الكشف عن شخصية الإنسان لسان الفتى نصف ونصف فؤاده كناية عن التكامل بين العقل والعاطفة وسر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم المحسنات هناك طباق الإيجاب بين تخفى وتعلم يؤكد المعنى ويوضحه بالتضاد التعبير إمرئ وخليقة جاءتان كرتين للعموم والشمول وإن خالها تخفى على الناس إطناب بالاعتراض يفيد التنبيه تعلم نتيجة لما قبلها وبني الفعل للمجهول إيجاز بالحزف ليفيد العموم والشمول نصف فؤاده أسلوب قصر بتقديم الخبر النكرة نصف على المبتدأ المعرفة فؤاده للتأكيد والتخصيص فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم أسلوب قصر وسيلته النفي بلم والاستثناء بإلا غرضه التوكيد والتخصيص التعليق على النص السؤال العاشر ما الغرض الذي ينتمي إليه النص وإلى أي العصور الأدبية ينتمي؟ الإجابة غرض النص الحكمة التي برع في نظمها زهير وينتمي إلى العصر الجاهلي عصر ما قبل الإسلام السؤال الحادي عشر ما البحر الشعري الذي نظم زهير عليه قصيدته؟ الإجابة بحر الطويل السؤال الثاني عشر ما نوع التجربات الشعرية وما العاطفة التي سيطرت على الشاعر؟ الإجابة التجربة عامة لأنه يتحدث عن حكم إنسانية تخص البشر كلهم وسيطرت عاطفة الألم والمعاناة من طول الحياة ومشاقها العديدة مع اعتزاز بالموسل العليا والمبادئ الخلقية والاعتزاز بالمنزلة الاجتماعية الرفيعة السؤال الثالث عشر ما مصادر حكمة زهير؟ الإجابة مصادر الحكمة عند زهير تجاربه الكثيرة طول الحياة وتأمله في الكون السؤال الرابع عشر ما هدف زهير من هذه الحكم؟ الإجابة هدف زهير من هذه الحكم أن يرقى بالمجتمع الذي يعيش فيه فهو يريد أن يفهم مجتمعه الواقع على حقيقته ليتجنب الضرر قبل أن يقع فيه فزهير يحب لقومه أن يترك بعض العادات السائدة المزمومة التي نهايتها هلاك وشقاق السؤال الخامس عشر للشاعر سمات تميز أسلوبه والضحة الإجابة سمات أسلوب الشاعر حسن الإجاز وحزف فضول الكلام وحشوه وإداع اللفظ اليسير ذي المعنى الكثير تجنب التعقيد اللفظي والمعنوي والبعد عن حشي الكلام وغريبه إجادة المتح وتجنب الكذب الإكثار من الحكم بما لم يفقه شاعر جاهلي فيها قلة الصور البلاغية وكسرة الطباق بين الكلمات السؤال السادس عشر حدد في النص القيم الإيجابية الفكر الفرعية والفكرة العامة الإجابة من القيم الإيجابية الكريم يكرمه الناس من يفعل خيرا يحصد خيرا والشجاعة ومن الفكر الفرعية المرء بأصغريه وطباع الخلق تكشفها الأيام أما الفكرة العامة فهي نصائح حكيم مجرب السؤال السابع عشر لماذا لقب زهير بن أبي سلمى المزني بشاعر الحوليات الإجابة لقب زهير بن أبي سلمى بشاعر الحوليات لأنه كان يبذل جهدا كبيرا في تنقيح شعره وإزالة عيوبه ويقضي في نظم القصيدة حولا كاملا فيقال أنه كان يكتب القصيدة في أربعة أشهر ثم يهزبها في أربعة أشهر ثم يعرضها على خواصه في أربعة أشهر حتى تظهر للنور السؤال السامن عشر للبيئة أثر هام في شاعرية زهير بن أبي سلمى وضح ذلك الإجابة نشأ زهير في بيئة كل من فيها يتغنى بالشعر فأبوه كان شاعرا وزوج أمه الشاعر الكبير أوس بن حجر وخاله الشاعر بشامة بن الغدير وأخته سلمى ثم ورث ابناه كعب وبجير الموهبة الشعرية السؤال التاسع عشر ما مصادر الموسيقى في الأبيات؟ الإجابة الموسيقى في الأبيات ظاهرة في الوزن بحر الطويل والقافية الموحدة الميم المكسورة وداخلية خفية نابعة من انتقاء الألفاظ وحسن تنصيقها وروعة الصور وترابط الفكر السؤال العشرون ما الأساليب التي استخدمها الشاعر في قصيدته؟ الإجابة الأساليب التي استخدمها الشاعر بعضها خبرية للتأكيد على صدق ما يقول من حكم ولينقل لنا تجاربه الإنسانية كما استخدم أساليب الشرط وأكثر منها ليبين نتيجة ما يعرضه من حكم وليربط بين فعلي الشرط والجواب كما أن الشرط يعطي تسويقا للقارئ ويجعله ينتظر الجواب دائما السؤال الحادي والعشرون لماذا آثر الشاعر استخدام الأسلوب الخبري في بناء القصيدة؟ الإجابة اعتمد الشاعر في بناء قصيدته على الأسلوب الخبري لمناسبته لغرض الحكمة الذي يؤكد الحقائق الكونية وينقل التجارب الإنسانية وجاء ذلك في أساليب الشرط التي تعتمد على السبب والنتيجة السؤال الثاني والعشرون علل استخدام الشاعر أسلوب الشرط في الأبيات الإجابة استخدم الشاعر أسلوب الشرط لربط الأسباب بالمسببات لإقناع القارئ بسلامة الفكرة السؤال الثالث والعشرون علل قلة الصور الخيالية في النص الإجابة الصور الخيالية قليلة لأن الشاعر أبياته من الحكمة التي تعتمد على الإقناع العقلي للإمتاع العاطفي بهدف توضيح الفكرة والتعليل لها السؤال الرابع والعشرون علل يعتبر هذا النص مرآة صادقة لعصره الإجابة يعتبر هذا النص مرآة صادقة لعصره لأنه يعكس بعض القيم الإيجابية للعرب كالكرم والشجاعة وحب الآخرين كما يعكس صعوبة الحياة في العصر الجاهلي حيث المعاناة في سبيل العيش وقيام الحروب لأدفه الأسباب السؤال الخامس والعشرون تفيض أبيات القصيدة بحكم سامية ووصايا صادقة واضح ذلك الإجابة يحمل النص الكثير من التجارب والحكم ومنها صنع المعروف يصون العرض الحذر لا يندي من الموت تقديم المعروف لمن لا يستحق يجلب الزم لصاحبه المغترب لا يميز عدوه من صديقه من لا يكرم نفسه لا يكرمه الناس الطباع لا تخفى الإنسان يكتسب قيمته من امتلاكه عقلا راجحا وقلبا نقيا أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي قدمت لكم شرحا وتحليلا لنص تجارب الحياة لزهير بن أبي سلمة كانت معكم دعاء الجندي متمنيتا لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة